اشتركوا في القناة خلال اخر 24 ساعة فيما بلغت نسبة الفحوصات الموجبة صفر فارزة 71% وفي سياق متصل ادرجت وزارة الصحة دولا جديدة على القائمة البرتقالية بعد ازدياد المنحن الوبائي فيها وهي ايطاليا وكوريا الجنوبية وقواتيمالا وفيتنام ولكسنبورغ فيما لا توجد اي دولة حمراء يحضر الصفر اليها لقي الشاب نور حباشي البالغ من العمر 18 عاما من قرية اكسال مصرعه بحادث طرق وقع بين حافلة ركاب وصيارة على شارع 71 في منطقة مرج بن عامر بالقرب من سجن قلبوع هذا وافاد الناطق بلسان نجمة داود الحمراء ان الطواقم الطبية قامت بنقل ثلاثة ركاب وصفت حالتهم بالطفيفة والمتوسطة الى المستشفى لتلقي العلاج كما وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الامان على الطرق في البلاد ان 93 مواطنا عربيا لقوا مسرعهم في حوادث الطرق على شوارع البلاد منذ مطلع العام الجاري حذر المركز العربي للتخطيط البديل من تنفيذ مخطط التلفريك في منطقة باب المغاربة وسلوان جاء ذلك خلال ندوة نظمها المركز في القدسي للتعريف بمخاطر مخطط التلفريك الذي يصل من غربي القدسي لمنطقة باب المغاربة ومدخل سلوان بمشاركة عدد من ممثلي المؤسسات المحلية والدولية يشار إلى أن هذا المخطط يستهدف تغيير المسار السياحي في البلدة القديمة واستبداله بمسارات جديدة يكون في مركزها مجمع كاديم الاستيطاني المزمع بناءه قبالة باب المغاربة ليكون مركزا سياحيا وتجاريا ضخما لتعزيز وتكثيف الوجود الاستيطاني في المنطقة وأكد المركز على أهمية وجوب استمرار تصديئها للقدسي وسلوان لهذا المخطط لمنع تنفيذه الذي تم إقراره بضغوط سياسية في لجان التخطيط الإسرائيلية رغم الاعتراضات التي قدمها المركز العربي للتخطيط البديل وأهالي سلوان دعا مشاركون في وقفة إسناد تنديدا بقرارات الإخلاء والهدم الصادرة عن بلدية الاحتلال في القدس إلى التواجد الدائم أمام بناية مكونة من خمسة طوابق تضم عشر شقاق سكنية مهددة بالهدم في بلدة الطور بالقدس المحتلة واشدد عضو لجنة البناية وأحد أصحاب الشقاق فايز خلفاوي على ضرورة التجمع والاحتشاد أمام المبنى لإيصال صوت أصحاب الشقاق للعالم ووقف الإجراءات العنصرية لبلدية الاحتلال بحق المقدسيين والشعب الفلسطيني وعلى مدار عشرة أعوام مضت قدمت العائلات المقدسية المستهدفة كل الإجراءات القانونية لبلدية الاحتلال في القدس بهدف الحصول على تراخيص لوقف قراراتها العنصرية بحقهم غير أنها كانت ترفض ذلك في كل مرة رحب وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي بتصويت اللجنة الثانية في الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية وطالب الوزير المالكي المجتمع الدولي بضرورة العمل على إلزام الاحتلال بتنفيذ القرارات الدولية وضمان حرية استفادة الشعب الفلسطيني من مواردهم الطبيعية وحقه في المطالبة بالتعويض جراء استغلالها أو إتلافها أو ضياعها أو استنفاذها أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال وتأتي أهمية القرار بأنه يؤكد أن ما يقوم به الاحتلال من تشييد للجدار والمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك داخل القدس الشرقية وما حولها يشكل انتهاكا للقانون الدولي دانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة الجرائم التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني والتي كان آخرها الإعدام الميداني للطفل المقدسي عمر أبو عصب ما يشكل تصعيدا خطيرا في واتيرة العنف الإسرائيلي والاعتداءات المستمرة على الشعب الفلسطيني كما ودانت المنظمة في بيان صدر عنها سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي أدت إلى استشهاد الأسير سامل عمور في سجون الاحتلال معتبرة أن ذلك يأتي نتيجة للإهمال الطبي والمعاملة اللا إنسانية للأسرى الفلسطينيين وحملت المنظمة سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن تبعات هذه الجرائم مطالبة الأمم المتحدة والهيئات الدولية المعنية بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ظروف استشهاد الأسير سامل عمور والطفل أبو عصب داعية إلى التدخل لإنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام وضمان حريتهم أكد نادي الأسير الفلسطيني أن الأسير على الأعرج قد علق إضرابه المفتوح عن الطعام والذي استمر ماء وثلاثة أيام بعد أن ألغت سلطات الاحتلال أمر اعتقاله الإدارية وأوضح المحامي جواد بولوس أن جلسة عقدت اليوم للأسير على الأعرج أن محكمة سالم قررت تمديد اعتقال الأسير الأعرج حتى نهاية الإجراءات القضائية وذلك بعد تقديم لائحة اتهام بحقه وتحويله إلى قضية حيث أعلنت نيابة الاحتلال إلغاء أمر اعتقاله لداري وعليه علق الأسير الأعرج إضرابه أدت أحوال الجو الماطرة إلى سيول وفيضانة في عدد من المناطق خصوصا في تل أبيب حيث غمرت مياه الأمطار شوارع رئيسية في مدينة بن براك والرملة وغيرها كما وتسببت الأمطار الغزيرة بتطفق كميات هائلة من المياه في عدد من الأدوية في منطقة البحر الميت وصحراء النقب جنوبي البلاد وحذرت سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية من حدوث فيضانات في مناطق جنوبي البلاد وشددت على أنه يمنع منعا باتا دخول إلى الوديان المتدفقة حتى ينخفض منسوب المياه تماما مشددة على أن الاقتراب منها يشكل تهديدا على الحياة كما وحذرت سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية الاقتراب من ضفاف الأنهر أثناء الفيضان خوفا من انهيارها ووفقا لتوقعات الطقس فإنه من المتوقع أن تسود البلاد حتى يوم الأحد أجواء عاصفة وماطرة بغزارة وقد تشهد بعض المناطق فيضانات وسيول مما يشكل خطرا كبيرا على السائقين ومستخدمي الطريق عقار وقائي يحمي من مرض كوفيد 19 طرحته شركة أسترازينيكا ويعطى بطريق الحقن لغير المصابين ليكون متاحا في الأسواق لمن لا يستجيبون للقاحات بشكل كاف وقالت الشركة أن هذا العقار المصنوعة من مزيج من الأجسام المضادة يوفر الحماية بنسبة 83% لمدة 6 أشهر وصبق أن حقق العقار ويطلق عليه اسم AZD 7442 أو إيفوشيلد حقق حماية بنسبة 77% من حالة الإصابة المصحوبة بأعراض بعد 3 أشهر حسب ما تبين في قراءة سابقة لنتائج مرحلة متأخرة من تجربة مثبتة في غسطس آب وذكرت الشركة أيضا أن دراسة منفصلة أجريت على المرضى بأعراض تتراوح بين المتوسطة والخفيفة لمرض كوفيد-19 كشفت أن تناول جرعة أعلى من العقار يمنع تدهور الأعراض بنسبة 88% إذا تلقى المريض العلاج في غدون ثلاثة أيام من ظهور الأعراض الأولى ويتلقى المريض العقار مرة واحدة على جرعتين عن طريق الحقن وينتمي إيفوشيلد إلى فئة العققير القائمة على أجسام مضادة أحدية نسيلة وهي براتينات نأية متصنيعها في المعمل وتحاكي الدفاعات الطبعية في الجسم الإنسان وتقوم على أساس الأجسام المضادة التي ينتجها الجسم في حالة الإصابة بالعدوى أو في حالة التطعيم مصر سوف تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 27 المقرر عام 2022 وذلك حسبما أعلنت وزارة البيئة المصرية الوزارة أضافت في بيان أن المؤتمر سينعقد بمنتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر صدر القرار خلال أعمال مؤتمر كوب 26 المنعقد حاليا في مدينة جلازغو في بريطانيا كان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد أعلن في سبتمبر أيلول تطلع بلاده إلى استضافة قمة 2022 نيابة عن القارة الأفريقية وقال السيسي أن مصر ستعمل على جعل هذا المؤتمر نقطة تحول جذرية في عمل المناخ الدولي بالشاركة مع كافة الأطراف وذلك لمصلحة القارة الأفريقية والعالم أجمع الإمارات أعلنت كذلك في وقت سابق أنها اختيرت رسميا لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 28 في عام 2023 وقال الشيخ محمد بن راشد المكتوم حاكم دبي ورئيس وزراء الإمارات سنضع كل إمكانياتنا لإنجاح المؤتمر وستبقى دولة الإمارات ملتزمة تجاه العمل المناخي العالمي لحماية كوكب الأرض وقالت ماريان بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة في الإمارات على تويتر إن بلادها مستعدة لتنظيم اجتماع يحفز المجتمع الدولي على تعزيز جهوده لمكافحة تغير المناخ وستكون هذه المرة الثالثة التي يستضيف فيها بلد عضو في منظمة البلدان المصدرة للبيترول أوبيك محادثات المناخي السنوية واستضافت قطر العضو السابق في أوبيك تلك المحادثات في 2012 وأجريت في إندونيسيا في 2007 وشهدت محادثات كاب 26 في جلاسجو بيسكوتلندا إعلانا مفاجأا من الصين والولايات المتحدة أكبر مصدرين لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم بشأن العمل على خفض تلك الانبعاثات حيث توصلتها إلى اتفاق يشمل خفض انبعاثات الميثان والتخلص التدريجي من استهلاك الفحم وحماية الغابات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة